اشتركوا في القناة شكرا لك شرف لي ربنا يباركك النهاردة موضوع حلقتنا عنوانه فلسفة الأخلاق المسيحية وده فعلا الموضوع اللي كان بداية التعارف بيننا وبين الأسيس والأفكار اللي اتعلمناها في الدروس اللي استفدناها من علم الأخلاق المسيحية من حضرة الأسيس وأنا بتعلم كنت دايما بفكر أنه لازم الموضوع ده يتعمل سلسلة ولازم يقدم ولازم الناس تعرف غنى كلمة ربنا بأفكار توزن موازين الأخلاق في العالم صحيح لكن النهاردة قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة حب أن أنا أفكركم أنه يوم 18 نوفمبر هو السنة الثالثة اللي بنحتفل بيها بيوم الصلاة العالمي للعابرين في يوم الصلاة العالمي للعابرين بنعمل بث مباشر فيه بيشترك عابرين من العالم كله بيرسلوا صلواتهم بيرسلوا اختباراتهم بيدونا يمكن كمان فكرة عن خدماتهم والحقيقة أن اليوم ده الساعتين دول بيكونوا ببركة غير عادية فأنا بشجعكم أنكم كلكم تحتروا يوم الصلاة العالمي الحاجة التانية أنه هتشوفوا دلوقتي الكيو آر على الشاشة تقدر تقرب تليفونك من الشاشة وتاخد صورة منه الكيو آر الأولاني ده هيكون بتاع الانستجرام لليوم العالمي للصلاة للعابرين الكيو آر اللي بعد كده هو الويب سايت بتاع الانبي بي جلوبال على الويب سايت ده تقدروا تدخلوا وتقولوا إحنا ككنيسة هنصلي معاكوا في يوم الصلاة ده فيه كنائس حول العالم كله خصصت 24 ساعة صلاة من أجل العابرين في العالم هنصلي العابرين من العالم كله هشترك معانا عابرين من العالم كله هشترك معانا عدد غير عادي من القنوات المسيحية أعتقد يمكن أكتر من سبعين قناة مسيحية ناطقة بعدة لغات في العالم كله بتزيع ده وبتصلي معانا في اليوم ده أنا بصلي أنه اليوم ده يكون بركة ليكم وبصلي زي ما شجعنا الأخ هارون الأسبوع الماضي أنه الكنيسة العربية كمان تكتهد في أنها تبتدي تصلي من أجل العابرين وتشترك معانا لأنه الحقيقة الصلاة هي اللي بتحط قلبنا أمام الله في المكان الصحيح فاللي عايز يعمل كده يدخل على الويب سايت ويقول لنا إحنا النهاردة بنصلي معاكو العابرين أيضا يقدروا يدخلوا ويحطوا طلبات صلواتهم الخاصة اختباراتهم احتياجاتهم بتبركون جدا لما تعملوا كده خلونا بقى نسمع ترنيمة العابرين الجديدة المخصصة لليوم ده واللي يعني بتعمل لنا كده هايلايت لشعارنا أنت لست وحدك نسمع الأخ ناصر موسى في ترنيمة العابرين تفضلوا موسيقى We're MBBs We've crossed from darkness to light From blindness to sight That's our story We're MBBs We have made the choice In Christ we rejoice Give Him glory For He is the one Who loved us all And gave His all To set us free Who bore the cross For all of us For you and me We're MBBs Muslim background believers We are praying for those Who are still far Praying for our families Our friends that we love That they may receive Grace from above We're MBBs We have made the choice In Christ we rejoice Give Him glory For He is the one Who loved us all And gave His all To set us free Who bore the cross For all of us For you and me This family you can call your own With us you are not alone You're not alone You're not alone You're not alone You're not alone MBBs Game of shift Harnon He was the one He said before the clip He said before the clip I can see you He said before the clip He asked me He said before the clip And in reality I have to do it I have to do all the rem To him He said that Every the große She said that He gave His love محبة الله اللي خلصته مهما كانت الظروف ولكن الأصل في القصة هي محبة المسيح لازم الواحد يتأثر الحاجة الثانية اللي حابة أذكرها أنه هيكون في بعض الفيديوهات الجديدة فيها مفاجآت كبيرة ليكم وحاجات هتعزيكم جدا فاشتركوا معنا والرب يبارك اليوم وصلوا من أجلنا الحقيقة أن الأسبوع الجاي هنحط التعنيمة دي باللغة العربية كمان حتى الأخ ناصر بيرتبان حابة أن أنا أقراها للناس اللي ما فهموش الإنجليزي علشان ينتظروا بقى الانتاج اللي جاي في الأسبوع القادم بتقول التعنيمة كده الظلام تركنا والنور أبصرنا في المسيح عابرون أخذنا القرار أن نتبع البار المسيح فهو الذي أحبنا وحررنا بصليبه نجد فارحين بالخلاص الثمين لمجده عابرون نحن عبرنا من الإسلام نصلي لمن ما زالوا في الظلام أهلنا أصحابنا وكل الأحباء لكي ينالوا نعمة من السماء نحن عائلتك أنت لست وحدك طيب موضوع النهاردة بقى والواحد كالذي بتحضر بكلينكس لكن معلش موضوع النهاردة زي ما قلنا هو فلسافة الأخلاق المسيحية لكن الحقيقة أنه لما بفكر في الموضوع بصورة عامة يعني الأخلاق بتميز إنسان عن إنسان مجتمع عن مجتمع ممكن أيضا دين عن دين يعني مش لازم يكون بتميز جماعة عن جماعة بشكل واضح في المجتمعات الإسلامية نحن دايما يعلمونا كانوا عن أخلاق الإسلام لو ابتدت بالكلام عن أخلاق الإسلام مش هاخلص لأنها أخلاق تغير شخص الإنسان ومجتمعه ليس إلى الأفضل هقولها بمنتهى البساطة لإني عشتها لأنه ليس هناك تغيير قلبي يغير الإنسان للأفضل لكن دائما هناك شيء مختلف يعني نتكلم فيه بعدين بالتفصيل أما لو فكرنا في المسيحيين الناس بيتكلموا عنهم إزاي في المجتمع دائما يقولوا المسيحي أخلاق كويسة مش كده؟ معروفين بأخلاقهم لكن مش معروف الحقيقة مصدر أخلاقهم ده جي منين فيمكن داي يكون لوب الحلقة دي وخبر كويس لنا جميعا أنه حضرت الأسيس سيكون معنا الأسبوع الجاي فيه تكملة لموضوع الأخلاق المسيحي عشان نتكلم عن الأخلاق المسيحيين حبة حضرتك تدينا أولا فكرة عن تعريف الأخلاق بصفة عامة كفلسفة أنا مش عايز الناس تخاف من كلمة فلسفة لأنه كلامك طبعا مزبوط كله لكن النقطة أنه الأخلاق عموما دراسة الأخلاق بتشمل جزئين جزء فيه فلسفة ده جزء نظري وأحيانا هندخل فيه بس بسيط لكن أكبر جزء هندخل فيه الأجزاء العملية هنعددها يعني مواضيع مهمة جدا معنى الأخلاق العام اللي أنت بتسألي عنه هو السلوك اليومي للشخص والسلوك ده بيبقى مبني على مبادئه أو الأسس اللي هو بيؤمن بيها أو لا يؤمن بيها أو مش عارف حتى أحيانا سواء الشخص عنده إيمان على فكرة أو ما عندهش إيمان سواء الشخص لي دين أو بدون دين هو التصرفات بتاعته خلال اللي بيعتبره الشخص ده مبادئه أو مبادئ بالنسبة له مثلا هدي مثل السرقة أغلب المجتمعات أو كل المجتمعات بتعتبر ده حاجة سلبية مع الثقافات والأديان لكن قد نختلف في تعريف السرقة ونختلف في الأسباب اللي تخلي الشخص يسرق ممكن مثلا لو أنت سألت شخص مسيحي ممكن يقولك أن المسيح علمني أن أنا لا أسرق المسيح لم يسرق شيء من أحد وأنا لابد أن أكون تلميذ لي وأتمثل بي وأكون مثال صالح للناس لكن في أديان أخرى قد يكون التصرف خوف من الله يعني أنا مش هسرق لأن الحسن ربنا يوديني جهنم مثلا يعني أو شخص لا ديني ممكن يقول إيه أن الشيء ده مش ملكي فأنا لا أستحق أن أنا أخذه كل ده بس حاجة واحدة في إخلاق السرقة لكن أو مثلا لو تكلمنا على النحية الإسلامية اللي هي الأقرب لمفهوم مستمعينا النهاردة السرقة في الإسلام لها صور مختلفة الأب يسرق من ابنه مش سرقة لا يعاقب الإنسان ممكن يسرق ممتلكات حكومية إسلاميا لا يعاقب قانونا يعاقب لأنه ده ملكية عامة يقولك ده ملكية عامة فهي ما تعتبرش سرقة هناك أنواع عديدة من السرقة لكن لفت نظري في كلام حضرتك أنه لما أما نيجي نربط فكرة السرقة واضح أنه خط قاطع في الكتاب المقدس لا تسرق صحيح يعني ما فيهاش يعني ما تقدرش تدخلها إلا إذا مش كده صحيح بآخر جزء في التعريف بتاعنا للأخلاق بصفة عامة لو ملحد حتى سألتيه ممكن خالص يقول إيه أنا عارف إن ده غلط بس مش عارف ليه ما تسألنيش ليه أنا ملاقا دين بشيء بالتالي أنا يعني أنا بتكلم على كل التعريفات بالنسبة لحاجة واحدة بس اللي هي الأخلاق بصفة عامة بس الأخلاق كمان يعني إحنا بنحتاجها ليه إحنا بنحتاجها عشان نقرر هنعمل إيه مش كده هنتصرف إزاي في الموقف ده أقدر الموقف ده إزاي ردود فعلي في مواقف كبيرة وصغيرة بتعتمد على مفهومي للأخلاق اللي بيدخل فيه فكري المجتمع اللي حوالي فحضرتك خدت مثل الملحد في موضوع السرق مثلا لكن الملحد في موضوع آخر ممكن يبقى له موقف مختلف تماما عن رأي مجتمعه مثلا أنه مثلا الملحد كشخص لا يعتقد في وجود الله في المجتمعات العربية هو اللي برا المجتمع ومفوض فإن التعامل معه إزاي بقى رد فعل المجتمع الأخلاقي في التعامل مع الملحد بيفرق فالمجتمع والخلفيات بتأثر على مفهوم الأخلاق والتعامل والسلوك بقى الأخلاقي بيتربط ازاي مضبوط يعني هنا ممكن نتنقل لفكرة أنه الأخلاق نسبية صحيح إيه رأي حضرتك في الكلمة دي بعض الناس بيؤمنوا أن الأخلاق نسبية ومهم جدا أننا نعرف اللي هي ethical relativism relative نسبي الethical relativism أو النسبية الأخلاقية أنا بأعتقد أن ممكن أغير الأسس والمبادئ بتاعتي من وقت إلى آخر وده خطر طبعا لو أنا عرفت التعريف ده لو صحيح التعريف ده يبقى خطر أن أنا أغير مبادئي عشان تناسب الموقف وحسب المجتمع الموقف يعني لو أنا رحت في مجتمع آخر في السرقة أوكي يبقى هسرق ده خطر أنا أغير مبادئي لكن في فرق ما بين الأخلاق النسبية والأخلاق الموقفية أنا بفرق بين الاتنين situational ethics تختلف تماما عن كده أنا ما زلت أخلاق الموقفية تعريفها إيه بقى أنا مش بغير مبادئي لكن بغير مفهومي لبعض المبادئ بحتفظ بالأسس والمبادئ بتاعتي لكن بعض الأحيان بضطر أن أنا أبحث عن أسلوب آخر عشان في المواقف الصعبة المواقف الصعبة دي 2-3% من المواقف العادية يعني هل أسمح لناس يدخلوا يقتلوا ناس موجودين ولا أكدب عليهم مثلا مزبوط هنا المقارنة دي أنا مش بغير الأسس والمبادئ بتاعتي لكن بدور على جزء يكون حد عملوا في التاريخ بتاعي التاريخ المسيحي مثلا أو أي حاجة زي كده هديلك مثل عن لأن في ناس بتفهمش الـ الاخلاق الموقفية بعض المسيحيين لم يعارضوا هتلر في اضطهاده وقتله للمختلفين عنه واعتمدوا في كده على روميا 13 روميا 13 بيقول نخضع للحكومة لكن ده تفسير خاطئ لأسباب كتير جدا بولوس نفسه ما بيتكلمش عن الحكومة الظالمة بيتكلم عن الحكومة العادية والقوانين العادية بيقول اسم أتبع القوانين أنا في أمريكا أتبع قانون المرور ومشي مزبوط لو في بلد تاني القوانين تتغير هتغير لكن دي ما تغيرش المبادئ والأسس بتاعتي واللي هي أساسها في المسيحية أنه قيادة الله هي الأعلى صحيح فما أقدرش تغير حاجة علشان قطر الدولة بالظبط ترغمني على مخالفة الله ينبغي أن يطوع الله أكثر من الناس والحكومة دي ناس ونقطة تاني كمان أنا شايف أن الحكومة ظالمة بتظلم الشخص عشان خلفيته وإحنا الأخلاق المسيحية لا نتعامل مع الناس حسب خلفيتهم أنا مش بحب الشخص لأنه زي ده خطر أنا بحب الناس لأن دول خلقوا على شبه الله فأنا بحب كل الناس ودي الأخلاق المسيحية بالظبط بالظبط لكن لو حطينا ده جنب الأخلاق المسيحية كمثل أيوه الإسلامية كمثل هتلاقي أنه المسلم لأخيه المسلم فما يحبش اللي بره الإطار ده حتى لو كانت مراته مسيحية مش مطلوب منه يحبها ما يقدرش يحبها يعني فالفرق هنا الحاجة اللي بترتكز على مبادئ الله في المسيحية بتبقى فيها ساعة أكتر حسب مبادئ الله شخصيا المثل اللي حضرتك قلته في موضوع هتلر إيمانويل كونت قال أنه أما تحط قدامه المعضلة دي إذا فيه واحد مخب يهود في الباسمنت بتاعه علشان خاطر ما ياخدهمش يحرقوه يعمل إيه لو جالوا البوليس العسكري علشان ياخدهم يجذب ولا ما يجذبش من مبادئ إيمانويل كونت أنه يقولك لا ما تجذبش حتى لو أنك عارف أن أنت حتموت هم هيموتوا واو ما هي دي يعني معضلة هي معضلة لكن لو سألت نفسي أنا هعمل إيه أنا بتهايلي هكذب لبا يعني عشان القاتل عشان تجنبي ناس أنهم يتقتلوا لأنه فيه إنسان مش بس أنه لمجرد أننا يعني دي مجموعة من الناس هتفقد أروحها مش الكام قد ما هو فرصة الحياة فرصة التوبة فرصة معرفة الله يعني بس على فكرة نفس الناس المسيحيين اللي هم لم يعترضوا على هتلر لو راحوا لبعض هم قالوا أن الحكومة نخضع عليها في أي شيء وده خطر زي ما اتفقنا لأن الحكومة بشر وإحنا لكن لو نلاحظ أن يسوع نفسه ما عملش كده يسوع قال عن هيرودس أنه تعلم يعني دي حاجة مش كويسة في المجتمع الشرق الأوسط يعني مكار يحنى المعمدام خسر حياته عشان معارضته للمالك عشان الأخلاق بتاعت المالك كانت غلط أنه راح تجوز مرات أخوه بدون حاجة رسمية وبدون ما هي تطلق وحاجة زي كده والروس قلت لما ضربوه وقلت لهم ما تتكلموش بالضبط راحوا تكلمو راحوا تكلمو بردو أنا خالف الحكومة لو الحكومة ظالمة الصين النهاردة المسيحيين في الصين بيخالفوا الحكومة لأن الحكومة بتقول لهم ما تحتفظوش بالكتاب المؤدس ده حكم ظالم فحسب المكان أنا أقف مع المصدوم وما أقفش مع الظالم فتطبيق قوانين ظالمة من الحكومة خطر لأن كتابيا حتى أنا أقدر ألاقي بعض الحاجات الأمور اللي هي لها المبادئ والأسس المسيحية اللي تخليني خطورة النسبية الأخلاقية بقى اللي هي فيها مقطة خطر اللي هي absolute ethics هل في absolute ethics؟ ياس في absolute ethics لكن في نفس الوقت situation بيحدد بقى absolute ethics مش متصلب مش مخه متصلب مخه منفتح للي بيحصل قدامي والمقارنة بالتنين اللي تنين هيبقوا سيئين لكن أنه الأقل سوء زي ما أنت قلت المثل بتاع السرق أو القاتل الكتب والقاتل أيهما أقل ضرر ده بنلاقيه في حياتنا اليومية أيهما أقل ضرر دي نظرية جوه النظريات الأخلاقية صحيح وactually Emmanuel Kant هو نفسه طلع نظرية بعد كده هو لسه مصر أنه ما يجذبش بس طلع نظرية بعد كده بيقول أنه احتمال إنقاذ لا أنك تاخد قراراتك في معضلة أخلاقية زي دي لازم تعتمد على أنه ما يكونش فيه ضرر لإنسان طب أنت هتعمل إيه؟ يعني يعني تجذب ولا ما تجذب؟ بالضبط يعني زي مثلا المعضلة بتاعت أنه يقولك لو أنت سائق القطر وقدمك واحد هتقتله على الطريق ولا خمسة حيموتوا على القطر هتقتر إيه؟ الحضرتك قلته كمان من ضمن النظريات اللي بيقولوا فيها أنه على الأقل لازم يعني تاخد الفايدة الأكبر للمجموعة الأكبر من الناس صحيح صحيح شيء محير جدا لكن هل تعتقد حضرتك أنه فيه رأي كتابي في الموضوع ده؟ آه في يعني زي ما بيقول لحضرتك هو هل هل أن أنا أقول أن أخالف الملك لو الملك ظالم صح يس ده صح مظبوط لو الحاكم ظالم أخالفه هل أقف مع المظلوم؟ آه طبعا فبالتالي الاتزان هنا يعني أنا بتكلم على نفس المثل روميا 13 بيقول إخضعوا للحكومات بوسط على فكرة بيقول امشوا حسب القوانين مش بيقول إخضعوا للحكومة أبسوليوت صمشا يعني بس أنا مش عايزة أحاول طبعا الموضوع لفلسفة كبيرة لكن يعني موضوع الأطر والناس ده ده ملوش دعوة بالقوانين آه طبعا ده لي دعوة بالضمير الدمير واختياري أنا اللي هيأثر داخل فيه الفردية وداخل فيه المجموعة الأكبر وداخل فيه الغاية تبرر الوسيلة صحيح وهي دي من الأساليب برضو الفلسفية بتحدد اختيارنا الأخلاق بس يعني أنا قلت اتنين تلاتة لكن مثلا لو مساكنا الغاية تبرر الوسيلة يا ده شيء خطير جدا طبعا طبعا بس المثل اللي انت قلتيه قد تدخل فيه بعض القوانين مثلا انت بتقولي أن سواء القطر فيه تلتمية ولا ربعمية شخص لو فرمل جامد هيتقلب القطر ويموت تلتمية أربعمية لكن فيه واحد واقف العربية بتاعته عصلاجت في خط السك الحديد واقف يعمل ايه ينقذ ده ولا دول القانون قد ييجي معه سواء القطر لو هو مش على طول عشان ينقذ الناس لأنه ما خالفش القانون لكن لو فرمل احتمال يخالف القانون احتمال حسب الدولة وحسب القطر بس فعلا ده مثل محير بس ده من الأمثال اللي بنقابلها يمكن واحد اتنين تلاتة في المية بالكثير من حياتنا فالأغلب مش بنقابل الأمثلة الصعبة دي فخلينا نركز في المبادئ والأسس كمان المبادئ والأسس القواعد والمبادئ اللي بنبني عليها اختياراتنا الأخلاقية لما ده بيقابل مع عواقب هذا الاختيار دي هل تتغير المقاييس بتاعتنا الأخلاقية ده أصدق صح طيب احنا عرفنا الأخلاق العامة حتى لما نجد يعني المقاييس المفروض تختلف بس امتى امتى المقاييس تختلف نعم 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 الأسس والمبادئ والقواعد اللي أنا بتمسك بيها تكون فيها زي ما حضرتك سألتي قلتي أنه هل في حاجات كتابية تخليني أنا أقف مع المظلوم ادلت لك مثالين المسيح لما قال عن هيروديس وتعلب ويحن المعمدان لما وقف ضد الملك علنا على فكرة كان بيتكلم عليه علنا ضده قصدي كان بيتكلم ضده علنا ولولا هو كان ممكن يوقف ويخكس بحياته لكنه بنت الزوجة الجديدة هي اللي تدخلت في موضوعه ورقصته وعجبها الملك فقالت قال لها إيه قتل يوحن المعمدان النقطة هنا أنه كان ممكن هو يقول في دماغه يوحن المعمدان أنا ممكن أتقتل لكنه أنا متأكد من دراست اليوحن المعمدان حتى لو قالوا له انتهت تقتل وتقف مع المظلوم مظلوم كان هيعمل وعندنا برضو مثل تاني من العهد القديم أنه لما داود وجيشه كانوا جعانين الكهنة دوله يأكل من خبز الوجوه اللي كان ممنوع أنه يأكل منه أي حد غير الكهنة يعني والمسيح نفسه يعني حسب المقياس حط هم حولوا شريعة موسى قادة اليهود في وقت المسيح حولوا شريعة موسى لقواعد مظلوم سبتة صارمة مفهاش تغيير لكن الله بيقولنا يعني غير تماما المفهوم خلاه روحي واو نقطة تانية بالنسبة للمقاييس اللي هاتختلف الزمن بتاعنا بيتغير نحن النهارده نعرف حاجات بسرعة غير عادية تعملي جوجل لكلمة تطلع لك آلاف الويب سايتز اللي تقدر تعلمك عن موضوع معين فبالتالي نحن بنتعلم كتير عن الأخلاق أنا أتعشى من الأخلاق بتتحسن في بعض الدول لما بتدخل لها الويب سايتز والإنترنت والحاجات دي فعلا الأخلاق بتتحسن لو استخدمت الحاجات دي مزبوط تالت نقطة العلم والثقافة كل ما بيزداد العلم بالذات الثقافة وتأثيرها على الناس أعتقد أنا باتكلم دلوقتي مش بس في الأخلاق المسيحية بصفة عامة برضو بتأثر على الناس الشخص المثقف وقاري وبيشوف الناس بيحاول يخرج يطبق اللي بيقراه هتلاقيه تأثر بالفلسفات والثقافات المختلفة حتى لو هو الثقافة بتاعته مختلفة آخر حاجة المكان العادات تقاليد المجتمع احترام المختلف عني وجود معارضة دايما لابد لما بيبقى في صوت واحد بس ده خطر خطر على المجتمع وخطر على الأخلاق يبقى في صوت واحد يبقى في قطيع ماشي ورا مزبوط في كل الأراء تقدر وتحترم مزبوط نقطة حضرتك قلت نقطة أنا عايز أعلق عليها مش عايز أخوتها في حد الحاجة الأخيرة في نسبية الأخلاق تغيير تعريف الأخلاق بعض الناس بتقول أنه تعريف الأخلاق بيتغير مع تغيير المجتمع وده عالم كلها تغير حواليها وأغلبها في المجتمعات الإسلامية لكن الأخلاق داخل المجتمع انحضرت بسبب أشياء متحجرة في أفكارهم بتقود الأخلاق لا تناسب العصر في تغيير للأخلاق أو للأفكار اللي كانت مثلا من 1400 سنة في عالم بدائي وبدوي جدا ما زالت معمول بيها النهاردة من القتل والاتهاض الناس بسبب الدين والكلام ده كله ما زال موجود 14 قرن وإحنا في الوقت اللي احنا فيه ده ما زالت نوعية الأخلاق دي مسيطرة لأنه ما فيش نور ينور داخل المكان ده فيغير فيه وهو يمكن التزمت الديني التعصب الديني اللي داخل المجتمع ممكن يغيره للأسوأ صحيح وده بنشوفه كتير جدا دلوقتي حتى لو كان مسيحي حتى لو المسيحي متزمت بالضبط بس أنا بشكرك على فكرة أنا كل مرة آجي أتعلم منك حاجات لأن الإسلام مش تخصصي ما بعرفش فيه حاجة بس هو الواقع لا طبعا يعني كمان أنا كنت سيح أقول أنه خاصة لو بصينا لحال المرأة في المجتمع الإسلامي هتلاقيه سأكتير عن مكان يعني المفروض أنه تطور الأخلاق تطور المجتمع يودينا الأفضل لكن ده مش حقيقي مدام هناك شر بيجذبنا للخلف فإحنا ممكن نتنقل من النقطة دي بقى للكلام عن الرجاء في التعلم عن الأخلاق المسيحية إيه الأخلاق المسيحية زي ما تعلمتها لنا في طرق مختلفة لتناول الأخلاق المسيحية منها الدراسة الفلسفية نظرية اللي أنت قلت عليها وأحيانا الطرق العملية طبعا إحنا هناخد الاتنين لكن هنركز أكتر على النواحي العملية إيه هو علم الأخلاق المسيحية هو السلوك اليومي شوف إحنا قلنا السلوك اليومي للشخص مبني على الأسس بالضبط كده المسيحي هو السلوك اليومي والأراء اللي بنعتنقها والأسس والمبادئ اللي احنا بناخدها بس من المسيح يعني كتلميذ للمسيح أنا أعمل إيه هو كان عايزنا نتمثل به نعم فهي دي حياة التلميذ فيها تغيير كل يوم نعترف بخطيانا ونطلب غفران كل يوم لأن نحن خطاء في الأقوال والأفعال التغيير ييجي زي ما بقول بأننا أوقف وأعرف الخطأ بتاعي دي الأخلاق المسيحية هي السلوك سلوك التلمذة وسلوك التلمذة ده مرتكز على شخص الله القيادة في فكرة الأخلاق المسيحية هي شخص الله هو اللي دايما احنا بنبصله اللي الوحيد بيعمل فينا التغيير ده اليومي يعني كل يوم مثلا أمر في حتة التوبة دي إن لم يكن هناك شيء بيغير من الداخل صحيح وفي تقدم وفي تغيير فبيخليني أشوف أفضل اللي ربنا محتاج يغير أو عايز يغيره فيه صحيح هل يجب على الإنسان المسيحي المجدارس أو يعني أنه يدرس فكرة الأخلاق المسيحية طبعا فكرة الأخلاق المسيحية لها هدف أو أهداف معينة والأهداف دي مهمة جدا علشان نوصل إلى أخلاق متميزة أخلاق مختلفة أولا إحنا لما بندرس الأخلاق المسيحية بنعد قادة مدربين أنهم يتناولوا الأمور الصعبة الأمور الحياة بتاعت الناس الصعبة وأي كنيسة على فكرة بتعتمد على بس الأسيس دي خطر خطر لكن بتعتمد على ناس يدربوا بالنسبة أعتقد يعني أن كل الأسوس المفروض مدربين على الأخلاق المسيحية لو هم مش مدربين في الأخلاق المسيحية ده خطر برضه لكن أعتقد أن كل القادة المفروض وحتى قادة يعني قادة البيت لابن يكونوا مدربين على ده صحيح أنه التلمزة درجات صحيح الإنسان المسيحي العادي والست والراجل الاتنين لابن يكون عندهم فهم عميق لده عشان يقودوا البيت والأسرة ويربوا الأولاد بطريقة صحة مصبوط مصبوط تاني حاجة لما بندرس العلم ده بنقدر نفهم أبعاد المشاكل المختلفة سواء في المجتمع أو المشاكل الأخلاقية يعني بالتالي نقدر نجاوب على الناس إحنا وجودنا في المجتمع مهم موجودنا إحنا ملح ونور وإنما كناش نفهم الحاجات دي إزاي هنبقى ملح ونور صعب تالت حاجة الدراسة دي بتدينا بعد مهم عن إزاي بيفكر اللهوتيين تطبيق اللهوت هو الأخلاق تطبيق اللهوت العملي يعني أنا أفهم اللهوت لكن اللهوت إن لم يكن لي رد فعل عملي إن الناس تفهم الواقع إيه يعني أخطر حاجة بتدي الشخص البسيط إن أحد قادة الكنيسة يكون ما عندوش أخلاق دي خطر طبعا فبالتالي لأنه عثر على طول بالضبط لكن كل ما اتدربنا وكل ما كانت الأخلاق في حياتنا اليومية نعرف إن ده بني آدم وغلط الغلط مش في الأخلاق ولا الغلط في اللاهوت ولا الغلط في المسيحية الغلط في الشخص أو يعني 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 يعنينا مش على غلطة الشخص لكن نبقى عارفين إن الشخص ضعيف وبيغلط وده شيء يعني من ضمن النمو صحيح رابع نقطة إذا درسنا بصورة جادة موضوع الأخلاق المسيحية هيخلينا نتعمق في دراستنا في اللاهوت على فكرة لأنه زي ما بقول هو تطبيق للهوت وهنبص للأمور بطريقة مختلفة لأن إحنا هنحاول نطبق اللاهوت خامس نقطة وآخر نقطة لو خدنا اللاهوت وتطبيقه بطريقة جادة هيساعدنا على تقوية علاقتنا بالرب بالإله بتاعنا اثنين بعلاقتنا بالناس وعلاقتنا بالبشرية كلها وعلاقتنا كمان بنفسنا يعني هنشوف الشخص الآخر بنظرة مختلفة حتى بنظرة نعمة زي ما كان الرب يسوع بيشوف الناس حتى لو شفنا الشخص متعمق في الشر وفي الغلط وأسوأ أخلاق هنبص له نظرة رحمة نعم ده مسكين لأنه من عينينا الله بنفهم من قلبه ونشوف الناس بعينينا الله صحيح حضرتك قلت حاجة وانت بتعلمنا الأول كلاس قلت أنه الأخلاق المسيحية هي طريق الشجعان أو أخلاق الشجعان يريد توضح لنا الحتة دي خالص التحديات اللي بتقابلنا كل يوم تحديات غير عادية يعني كل النهاردة الحياة أصعب من خمسين سنة فاتت النهاردة مثلا البيت بيخلي لازم الرجل والمرأة يشتغلوا صعب أنك تلاقي بيت بيعتمد على دخل واحد النهاردة الاتنين بيشتغلوا أغلب الناس بالتالي خروج الاتنين أثر على العيلة أثر على المجتمع بالتالي دراستنا للحاجات مش بس العيلة النهاردة الكنيسة بتواجه مشاكل تختلف تماما عن من خمسين سنة في نقطة كنا اتكلمنا فيها من كم دقيقة عن اختلاف الأخلاق وده صحيح موجود في المجتمعات اختلاف الأخلاق وتعارفها مختلف في المجتمعات ليه؟ لأن أقولك مثال في الشرق الأوسط عادي أن الواحد يدفع رشوة لأنه لازم يمشي الأمور الأمور مش ماشية وحتى لو كان أسيس لازم يدفع رشوة هو قانونا غلط بردو لكن بيحصل هنا بينما يعني هنا لو واحد دفع رشوة أو حاول يدفع رشوة هو اللي هيدخل السجن وهتبقى مصيبة كبيرة ويكتبوا عنه لو هو مشهور فاختلاف الأخلاق بيخلي الناس تركيزها على الحاجة شيء لو واحد مطلق دي كأنها الخطيئة التي لا تغفر بينما هنا الطلاق ده عادي وخلاص بقى خمسين في المية من الناس الكنيسة مطلقين في الكنيسة الأمريكية والنقطة دي على فكرة مش عشان ان الكنيسة هنا بتقول ان الطلاق مش حاجة مؤلمة أو مجاعة لكن النقطة هنا ان الناس الحقيقة ما بتتحشرش في شغل بعد ما بيحكموش على بعض دي ناحية ودي ناحية تانية صحيح ولان الحياة بقت صعبة فالطلاق زاد ولان المرأة اخدت حقوقها فما بتسكتش على الظلم فبالتالي كل الحاجات دي غيرت الأخلاق عندنا لكن هنا في الكنيسة لو واحد كذب مرة هما يقول الناس ازاي الليدر ويكذب ويكتشفوه يعني فهم أصلي ان اختلاف الأخلاق ما بين مكان ومكان بالتالي ده علم الشجعان ان انا ادخل لي بقل بجامد عشان اعرف ان ازاي احنا نتعامل مع الناس لما واحدة جيلنا الكنيسة مطلقة ايه ازاي نتعامل معاها والمسيح اتعامل مع واحدة احتمال ان هي الخمسة اللي اتجوزتهم الساميرين ايه احتمال الخمسة منهم ناس طلقوها لكن تعامل معاها وبعدها تبشر بيه دي تعلمنا احنا ايه يعني فبالتالي تعلمنا الشجاعة تعلمنا ان احنا ما نحطش المطلقات في اخر الصف في الكنيسة بالضبط كده وتعلمنا كمان التعامل مع الشخص حتى لو الراجل طلق احيانا ما بنقدرش نرسمه شيخ ده في المجتمعات الشرق اوسط هنا كل اللي نعمله نقعد معاها نتكلم كل اللي نعمله فدي اللي بتدينا الشجاعة ان احنا بندخل في مواضيع المواضيع دي صعبة جدا ولو الشخص مش شجاع هيعملها تماما والتشجيع هنا للكنيسة الشرقية اللي احنا بنتكلم يعني معظمهم بيسمعونا النهار ده انه الشجاعة دي تخليك تدخل في الامر الصعب وتغير الموقف من اجل ماكد الله تعمل الصح حتى ولو ده هيكلفك صحيح وده اختيار بقى اخلاقي صعب بردو دلوقتي يعني اقف جنب واحدة جوزها بيدرابها كل يوم وقولت اطلقي والكنيسة بتقول ما اطلقش لا اقول لا اطلق اه طبعا يعني فانقذ حياتها بالظبط هما اقول الاثنين وحشين هنا الطلق مش كويس والضرب مش كويس بس ان واحدة تعيش طول حياتها مهانة ايه وانها بتتضرب كل يوم ولا كل اسبوع ولا وتفر دي برضو دي اخطر من الطلق كسر المعتاد في المجتمع اللي بيخالف فكرة الله ايه ده شيء مفروض الشجعان يعملوه صحيح طيب امين that's great صحيح طيب حضرتك ممكن نتكلم عن المستويات الاربع اللي اديتها لنا فيه فكرة الاخلاق المسيحية طيبا ده يكون يعني ختام الحلقة جزء ايه في اربع مستويات عشان لما نيجي نقيم اي موضوع من الموضوعات اللي هنتكلم عليها وهقولك بعض الموضوعات اللي هندرسها يعني بعضها طبعا وانتي هتبقي تختاري طبعا مش لازم هنختارهم كلهم مثلا موضوع من الموضوعات المهمة في الاخلاق المسيحية الطلاق هنشوف الطلاق بالنسبة للمرأة ونسبة للرجل واحنا عملنا حلقتين في موضوع الطلاق مع حضرتك وعملنا حلقتين في خدمة المرأة والزبط ودول كلهم موضوعات مهمة في الاخلاق المسيحية هنتكلم عن الاجهاد اخلاقيا وهندي نظريات فيها لان على فكرة الموضوع كبير مش واي موضوع كبير ومهم لازم نديل وقته هنتكلم عن الحرب والسلام لو حبينا الحرب والسلام قضية اخلاقية نعم لدرجة انه فيه النهاردة نظريات في الحرب والسلام نظريات الحرب العادلة هنتكلم مثلا لو برضو في وقت اليوثنيجيا اللي هي موت الرحمة ايه لو في وقت موضوع الاخلاق موضوع كبير وبنتكلم فيه عن حاجات كتير جدا وفعلا موضوعات الشجعان لدي هتكون موضوعات شيقة جدا بالضبط فلما بنبص نلاقي الناس بتتناقش فيه هتلاقيهم بيتناقشوا على واحد من اربع مستويات فيه اربع مستويات في المناقشة بالنسبة للموضوعات الاخلاقية فإيه المستويات الأربعة فيه مستوي يسمون المستوى المباشر وبعدين تحتيه تخيالي معايا هرم سقارة المدرج فوق المستوى المباشر تحتيه مستوى القواعد يعني نحط قعدة ونطبقها وتحتيه أكبر مستوى المبادئ وبعدين تحت مستوى الأسس أو المستوى الأساسي وما فيش أعمق منه في الحديث فأنا هتديلك فكرة عن كل واحد منهم وهحاول أن أكون سريعة شوية لا لا يعني لسه عندنا وقت وبعدين لما نيجي نتكلم في المواضيع المختلفة التي تكلمنا عنها دي هننفذ التطبيق ده على كل موضوع بالزبط بالزبط في المستوى المباشر أنت بتقولي رأيك بتقولي رأيك من غير ذكر أسباب وبينطبق على حالة واحدة بس يعني كل اللي بيتكلم في المستوى المباشر بيكون بس بيتكلم عن حالة واحدة وبس بيكون ما فيش أسباب حالة فردية حالة واحدة بس مش لازم فردية بس فكرة فردية هقولك أمثلة ليندا واحدة اسمها ليندا شخصية ممتازة وكلنا بنحبها دي تنطبق على حالة واحدة بس ويعني ما فيش أسباب ذكرتيها ليه مع أن لو سألنا ممكن نقول أن ليندا شخصية لطيفة لأسباب كذا وكذا وكذا هقولك مثل كتابي المسيح وده ذكرنا قبل كده قال عن هيرودس هيرودس تعلم ما قالش الأسباب فهو الحاجة المباشرة المبدأ المباشر أو المستوى المباشر هو ذكر حاجة دون ذكر أسباب الأخلاقية وتبقى تنطبق على حالة واحدة بس المسيح ما قالش كل الملوك تعالب صحيح أن يسوع والأنبياء في العهد القديم دايما كانوا ضد السلطة المطلقة في الحكم والأن أحيانا الملوك كانوا بيغطوا الظلم بتاعهم والأخطاء بتاعتهم بحاجات يروحوا الهيكل يصلوا قدام الناس فكان دا ضد ما يؤمن به المسيح ضد ما يقول المسيح وضد ما قاله الأنبياء أو أمنه به الأنبياء يعني قول المسيح في المثل دا أن هرود استعلب هو بيكلم عن حالة هذا الشخص أنا بقول حاجة معينة في شخصيته يعني لا يعبر عن شخصيته كلها أحد طبعا طبعا فهو انتقد شخص واحد وده على المستوى المباشر لو سؤل يسوع عن السبب كان هيقول كان هيقول الأسباب أنه هرود استعلب لأنه قتل يحنى المعمدان أو تجوز بطريقة غلط استخدم قوته في الحكم بطريقة غلط لكن فبالتالي أنا ممكن أقول في المستوى المباشر أنا مش عارف ليه لكن عارف أنه غلط زي الملحد لما يتكلم على الأخلاق دايما أغلب الظن يقول أنا مش عارف ليه أنا عارف ليه طبعا أنا عارف اللي هو أن الرب الله خلق كل الناس على شبهه فبالتالي جواه ضمير حتى لو كان ملحد فهو فيه ضمير وهو وضع الأبدية في قلوب كل الناس البوذي والملحد يعرف الخطاء والغلط والصح لكن قد لا يعرفه الأسباب يبقى المستوى المباشر في حالتين بس ينطبق على حالة واحدة بس ولا تعطى أسباب الأخلاقين اتنين مستوى القواعد قواعد جمع قاعدة يعني بيبقى فيه قاعدة معينة الواحد بيمشي عليها القاعدة بتنطبق على كل الحالات المماثلة وده الفرق بينها وبين المستوى المباشر تنطبق على كل الحالات تنطبق على كل الحالات اللي زيها والقاعدة بتقول بالزبط إيه اللي عمله أو إيه اللي ما عملهوش أمثلة في الموعز على الجبل ودي ممكن نشوفها على الشاشة متى خمسة واحد واربعين بيقول وإن أجبرك أحد على السير معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين ده دي الترجمة المبسطة خلينا نشرح المثل القانون الروماني في وقت المسيح سمح أن الجندي الروماني لأنه كان لبسه تقيل لو هو معاه شيلة تقيلة أي يقدر يخلي حد يشيلها بدك مكان يسخر حد بي يسخر حد مكانه راجل طبعا لازم يكون راجل وبس مش أكتر من وين مايل ميل واحد فقط تمام بعض الثوار وباراباس كان واحد من الثوار دول شجعوا الناس يقوموا الاحتلال ويقوموا الطريقة دي فالمسيح هنا بيعلمهم بيقول لهم لما يجبرك عسكري روماني أنك أنت تشيل حمول لمسافة ميل يمشي معاملين والحقيقة أنه بيقول يعني الحرب مش أرضية بالزبط كده خليك أحسن فالقعدة دي ما تنطبقش يعني بس على حالة وحدة تنطبق على حالات كتير مثل تاني عن المستوى ده اللي هو مستوى القواعد أن في قعدة لا تقتل قعدة تنطبق على حالات كتير جدا قد نيجي أنه إحنا في الأخلاق بقى في الأخلاق الحديثة نفسرها ونشوف هل العسكري بيقتل ولا مش بيقتل هل يروح العسكري المسيحي للجيش ولا لا ودي نقشها على فكرة أغسطينوس ونقشوها ناسكتار من خلال الأخلاق المسيحي أو حتى فكرة الإعدام بالضبط بتدخل في الأعدام لا مقتلش بالضبط هل ده قتل القعدة مش مبدأ القعدة غير المبدأ العام وهنشرح على فكرة حالا المبدأ العام وهنقول الفرق بينهم وهيوضح أكتر كمان القواعد مستوى القواعد لكن عشان نعرف المبدأ العام هدي مثل أحب أعداءكم المبدأ العام بيقول حاجة ما هيش مباشرة ما بيقولناش إزاي نحب أعداءنا والقعدة واضحة جدا بقى واضحة ومباشرة يعني عشان هما دايما الناس يتلخبطوا بين الاتنين مستوى القواعد ومستوى المبادئ مستوى القواعد بيقول بالضبط كده حاجة معينة وتنطبق على الحالات كتير لكن المبدأ بيغطي حاجاته مش واضح مش واضح أعملها الزي إذن مستوى القواعد لي صفتين مستوى القواعد لسه نحن فيه تنطبق على حالات كتير مماثلة واتنين تخبرك مباشرة بإيه اللي تعمله أو إيه اللي ما تعملهش تالت واحد مستوى المبادئ المبدأ العام غير القاعدة بقى المبدأ العام ما بيقول ليش إيه اللي أعمله مباشرة والمبدأ بيعضض أو بينقض القاعدة يعني فيه إعلاقة هقول أمثلة حالا يعني المبدأ بيوضح لنا إذا كنت أنا أحتاج أغير قواعد ولا لا طيب وأحيانا بيحصل خلط بين القاعدة زي ما قلت والمبدأ أول مثال هقول أمثلة كتير بالنسبة للمبادئ أول مثال أحب أعداءكم مبدأ لأنه وبيقول ليش بالزبط إزاي أحب عدوه طيب مثل الثاني وهنشوفه على الشاشة متى سبعة اتناشر فبالكيفية التي تحب أن يعاملك الآخرون بها هكذا عليك أن تعاملهم هذه هي خلاصة شريعة موسى وتعليم الأنبياء برضو دي الترجمة ممسطة ده مبدأ ده مبدأ لأنه عام مش كزي القعدة لأنه بيقول ليش ازاي أعمل الآخرين زي ما أنا بحب أنهم يعملوني إذن المبدأ أعمق من القعدة لكن القعدة بتخدم المبدأ مش العكس مثل ثالث مبدأ حب جارك مثلا مبدأ لكن القعدة القعدة في نفس تحت المبدأ ده هتقول لي لما تشوف جارك اللي مختلف عنك مش مش لازم يكون مسيحي مش لازم يكون مسلم مش لازم يكون بوزي أي جار لك سلم عليه اسأله عن أولاده دي القواعد دي قواعد اعزمه على أكل شرقي اسأله عن الجنينة بتاعته الجميلة دي دي القواعد تفاصيل 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 كل قعدة من القواعد دي أكدت وخدمت المبدأ عن كيفية معاملة الجار محبة الجار هل القعدة لها شواز هقول بسرعة الحتة دي سوري لما علم بنتي الطفلة أقول لها ما تلمسيش الفرن ما أقول لهاش طبعا أن فيه لكل قعدة شواز وما أقول لهاش كمان أعمل اللي أنت عايزاه لا وتمسك الحاجة طبعا احنا كده وصلنا النقطة التانية مش كده دولة التلاتة المستوى المباشر والقواعد والمستوى آخر واحد بقى هو آخر واحد يمقلنا وقت في الحلقة الجاية نقدر نعمل مراجعة على المبادئ دول والمستويات لأنهم مهمين وندخل فيهم بقى التفاصيل ونتكلم في موضوع الموعز على الجبل وارتباطه بالأخلاء الحقيقة أعتقد أنها تكون حلقة ممتعة زي دي وأكتر كتير كمان لأنه فيها مبادئ عملية لو حضرتك عندك يعني 30 ثانية كلمة أخيرة تقولها لنا بتفضل أنا ملخص لللي قلنا ببساطة شديدة الأخلاء المسيحية هي التلمذة هي التقديس هي التكريس أننا أبقى مثل المسيح الأخلاء المسيحية هي في وجود مبادئ معينة والنظر إليها بأهمية وأخرج من المبادئ دي بقواعد دس أوكي لكن مش كل مبدأ لازم أفصصه يعني الرب يسوع على فكرة أغلب كلامه كان مبادئ مش قواعد أمين أمين أحلى حاجة ربنا يبركك شكرا على وقتك وبركتنا كثير النهاردة وإلى اللقاء في الأسبوع القادم طبعا لو قلت كلمة أخيرة عن يعني مفهومي للقراءة في موضوع الأخلاق وكده وأنا بقرف الموضوع ده كنت دايما بشكر الروح القدس على قيادته لأبنائه المباشرة اللي بتحطك في الاختيارات السعبة أمام أنك مصدرك محبة الله واضحة في حياتك ومتاحة ليك في كل وقت لو قلت يا سوع هو معاك بيساعدك في أي وقت وفي أي ظرف وفي أي صعوبة أنت بتمر بيها بنشكر الرب من أجل حلوله في حياتنا وحضوره معنا إلى اللقاء في الوصف